بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات إن للوصايا أثراً عظيماً في القلوب فكم نبهت من غافل وكم أيقظت من نائم وكم هدت ودلت لصراط الله المستبين الوصية يحتاجها المسلم والمسلمة صغيراً أو كبيراً في كل وقت وفي كل حين أعظم الوصايا في كتاب الله خالق البرايا الوصية بتقوى الله عز وجل وهذه وقفة مع وصايا في العبادة نحتاجها كثيراً العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ليست العبادة فقط هذه الصلوات الخمس أو فقط أركان الإسلام لكن العبادة أشمل بهذا المفهوم أشمل وأوسع فيحتاج الإنسان أن يأخذ فيها وصايا أعظم الوصايا وأهم الوصايا أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي يغويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص عملك ولو كان قليلاً ولهذا في أول سورة الملك يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً أحسن العمل أخلصه لله صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوصية الثانية في العبادة أن تكون هذه العبادة وفقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حج بيت الله وقال خذوا عني مناسككم وهكذا فالله الله والله جل وعلا قال في كتابه وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا راجع عباداتك كلها أذكارك صلواتك كل شيء تعمله تتقرب به إلى الله عز وجل لا بد أن توقعه على هذين الأصلين العظيمين وهذين الشرطين الهامين الإخلاص لله عز وجل وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبشر بالقبول إذا كانت هذه العبادة وفق هذين الشرطين أما إذا اختل أحد هذين الشرطين إما الإخلاص أو المتابعة أو كلاهما فاسمع واحذر من هذا التخويف وهذا التهديد من الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة أتدري لماذا كان هذا العمل وهذه العبادة هباء منثورة طاشت بها الموازين لم تكن في سجل أعمالك وعباداتك يا أخي المسلم وأنت يا أختي المسلمة لأنها اختل فيها إما الإخلاص لله عز وجل كان قصدك مجح الناس رياء الناس ثناء الناس إعجاب الناس حديث الناس عنك أنك حججت بيت الله أنك صمت رمضان أنك زكيت أنك عمرت بيت الله عز وجل أنك تصدقت أنك فعلت وفعلت وأنشأت وهذا العمل يحبط لا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة يقال لك اذهبوا إلى المرائين يقال لهم اذهبوا وخذوا أجركم مما رأيتم لهم في الدنيا أو يكون هذا العمل خالص لله عز وجل ولكن ليس صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يكون هذا العمل على هذا المنوال وأبشر بالقبول ثم من هذه الوصايا في العبادة بعد الإخلاص والمتابعة ينبغي أن يكون عند الإنسان مبادرة ومسارعة إلى الأعمال الصالحة سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتن كقيطع الليل المظلم وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس والله إن المؤذن ليؤذن وإن الصفوف متراصة في المسجد هذه هي المبادرة المبادرة بادر إلى العمل الصالح بادر واغتنم حياتك وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمس قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل الهرم وغناك قبل الفقر والصحة قبل المرض والغناء قبل الفقر فبادر أعمارك وأنفاسك بادر بالتوبة بادر بالأعمال الصالحة بادر بهذه العبادة ولا تتأخر إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فلبي على قدم الاستعداد وأجب رب العباد وتعالى إلى بيته سبحانه وتعالى من هذه الوصايا بعد المبادرة والمسارعة قضية الدعاء تدعو الله أن يعينك على أداء هذه العبادة ولهذا قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام شيخ التوحيد وإمام الملة وعمود النسب كان يقول ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي معاد وقال يا معاد والله إني أحبك في الله الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاد أحبك في الله معاد الذي يسبق العلماء برتوة معاد أعلم الأمة بالحلل والحرم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا تدعو الله أن يعينك وإذا استعنت فاستعن بالله لا تعتمد على حولك ولا قوتك ولكن نعتمد على الله عز وجل أن يعينك على أداء هذه العبادة تدعو الله أن يعينك ثم قبل الأخير أن تربي أبنائك على هذه العبادات تربون أبنائكم على هذه العبادات والطاعات والقربات تربونهم على الأوامر يأتمرون بها والنواهي ينزجرون عنها الله قال افعل افعل الله قال لا تفعل لا تفعل وانظروا إلى أنبياء الله وتأملوا كتاب الله عز وجل وهو يتحدث عن أنبياء الله نبي يقول له الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نوزقك والعاقبة للتقوى وعن نبي آخر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكيف الأقمان أخذ بمجامع قلب ولده إلى الله عز وجل ورباه على وإذ قال الأقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشركة ظلم عظيم ثم أمره بالإحسان إلى الوالدين حتى لو كان على الكفر ثم أمره بإقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى ثم أمره بالأداب الفاضلة الجليلها الزاكية والتعامل مع الناس وخفض الصوت في الكلام وغضض من صوت وهكذا لابد أن نربي أبنائنا على العبادة وعلى هذه الأخلاق الفاضلة أخيرا من كان في هذه الحياة على عبادة وعلى أعمال صالحة ما هو المآل وما هي الثمر في الآخرة أما في الدنيا سعادة وراحة وطمأنينة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وفي الآخرة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون أخيرا اسمع قول الله عز وجل وهي بشرى لمن حقق هذه العبادة في الدنيا بإخلاص لله عز وجل واتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حياتهم مليئة بالأعمال الصالحة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح عبادة لماذا؟ إيش البشرى هذه؟ بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أربعة أنهار ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه ونهر من عسل مصفة ونهر من خمر لذة للشاربين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من تمرة قالوا رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه العبادة إخلاصا لله صوابا على سنة رسول الله اللهم أمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة